السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تضمن القرآن قصصا عديدة يصعب على العقل البشري تصدقها ولولا أنها ذكرت من عند الله لا شكك فيها كل من يعتقد بضرورة تقبل العقل البشري لها ليتم تصدقها وإليكم تفسير منقول عن قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهم السلام وارتباط الحقائق المذكورة في القرآن بدرجة استيعاب العقل البشري لها تسألت يوما لماذا كل هذا الإصرار من سيدنا موسى عليه السلام لبلغ المكان الذي سيلقي فيه سيدنا الخضر عليه السلام وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة ولماذا سيدنا موسى تحديدا الذي قدر له من بين جميع الأنبياء والرسل أن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة الأكيد أن هذه القصة تحديدا تختلف تماما عن كل القصص قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص لماذا؟ لأن القصة تتعلق بعلم خاص ليس هو علمنا القائم على الأسباب وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى خاصة علم القدر الأعلى علم أزدلت عليه الأسطار الكسيفة كما أزدلت على مكان اللقاء وزمانه وحتى الاسم عبدا من عبادنا كان هذا اللقاء استثنائيا يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرسوا الله الأرض وما عليها السؤال هو لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض ولماذا يموت الأطفال وكيف يعمل القدر البعض يذهب إلى أن عبد الصالح لم يكن إلا تجزيدا للقدر المتكلم لعله يرشدنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أهم مواصفات القدر المتكلم أنه رحيم عليم فالرحمة سبقت العلم فقال النبي البشر موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة يرد القدر المتكلم الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا ففهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري ولن تصبر على التنقضات التي تراها فيرد موسى بكل فضول البشر ستجدوني إن شاء الله صبرا ولا أعصى لك أمرا هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر يركب في قارب المساكين فيخرق الخضر القارب تخيل المعاناة الرهيبة التي حدثت للمساكين في القارب المسقوب معاناة ألم رعب خوف تضرع جعل موسى البشر يقول قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا عتاب للقدر كما نفعل نحن تماما أخلقتني بلا زرية كي تشمت بي الناس أفصلتني من عملي كي أصبح فقيرا أزحتني عن الحكم ليشمت بي الأرازل يا رب لماذا كل هذه السنوات في السجن يا رب أنا استحق هذه المهانة ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا ألم أقل لك أنك أقل من أن تفهم الأقدار ثم يمضي بعد تعاهد جديد من موسى بالصبر فيمضي الرجلان ويقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام ويمضي فيزداد غضب موسى عليه السلام النبي الذي يأتيه الوحي ويعاتب بلهجة أشد أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا تحول من إمرا إلى نكرا والكلام صادر عن نبي أوحى إليه لكنه بشر مثلنا ويعيش نفس حيرتنا فيؤكد له الخضر مرة أخرى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ثم يمضي بعد تعاهد أخير من موسى كليم الله بأن يصمت ولا يسأل فيذهبان إلى القرية فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامة وهنا ينفجر موسى فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هنا تتجلى حكمة الإله والتي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة الشر نسبي ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر لأننا لا نرى الصور كاملة القدر أنواع سلاسة شرا تراه فتحسبه شرا فيكشفه الله لك أنه كان خيرا فما بادى شرا لأصحاب القارب اتضح أنه خير لهم وهذا هو النوع الأول وهذا نراه كثيرا في حياتنا اليومية وعندنا جميعا عشرات الأمثلة عليه النوع الثاني مثل قتل الغلام شرا تراه فتحسبه شرا لكنه في الحقيقة خير لكن لن يكشفه الله لك طول حياتك فتعيش عمرك وأنت تحسبه شرا هل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث وهل أخبرها الخضر الجواب طبعا لا وبالتأكيد قلبها انفطر وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربطه سنين في حجرها ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي وبالتأكيد هي لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني كان تعويضا عن الأول وأن الأول كان سيكون سيئا فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فهنا نحن أمام شر مستطير حدث للأم ولم تستطع تفسيره أبدا ولن تفهم أم الغلام أبدا حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك أما هي فلم ولن تعرف النوع الثالث من القدر وهو الأهم هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري لطف الله الخفي الخير الذي يسوقه لك الله ولم تره ولن ترىه ولن تعلمه فهل اليتام أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم الجواب قطعا لا هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه الجواب قطعا لا هل شاهدوا لطف الله الخفي الجواب قطعا لا هل فهم موسى السر من بناء الجدار الجواب قطعا لا نرجع إلى كلمة الخضر القدر المتكلم الأولى إنك لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله الصورة أكبر من عقلك استعم بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمها وثق في ربك فإن قدرك كله خير وقل في نفسك أنا لا أفهم أقدار الله لكنني متصق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها لكنني موقن كما راسخون في العلم أن كل من عند ربنا إذا وصلت لهذه المرحلة ستصل لأعلى مراحل الإيمان والتمأنينة فهذه الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله خيرا بدت أم شرا ويحمد الله فيها على كل حال مرة أخرى القصة تتعلق بعلم خاص ليس هو علمنا القائم على الأسباب وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى خاصة علم القدر الأعلى وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر